بل هو تذكرت شيخاً الشيخ الألباني رحمه الله يقول جئت في أحد المساجد وإذا بخطيب يخطب حماس تكلم عن الحاكمية وكفر جميع الحكام هو وهو يحلق لحيته ويلبس بنطلون ضيق يمثل عورته يقول الشيخ رحمه الله فلما فرغ جلست ناديته بيني وبينه فقلت له يا أخي أنت تكلمت على كفر جميع الحكام وعن الحاكمية كفر مطلقاً دون تفصيل قال نعم أولاً يكون لهم كفار يقول فقلت له إذن أنت كفرت نفسك قال كيف؟ قال حلق اللحية حرام وهو حكم بغير ما أنزل الله فأنت وقعت فيه ولبس هذا البنطلون الذي تلبسه ليس أي بنطلون ضيق يمثل عورتك والله أعلم حتى بالصحة صلاتك هذا العمل حرام وبناء عليه فأنت قد كفرت نفسك يقول فوقف مشدوهاً ولم يرم جواباً فالخلاصة أن التسرع في مثل هذه الأحكام أمر في غاية الخطورة ترجمة نانسي قنقر